اشتركوا في القناة كالمجاهد في سبيل الله او كالذي يصوم النهار ويقوم الليل ام الحاجة اشد لليتيم لتنفق عليه قال الحبيب صلوات ربي وسلام عليه انا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وقال باصبعي السبابة والوسطى لكن المفاجأة اخي اخيتي ان هناك فقير اعظم منهم ينتظر انقاذه فان كان الجار الفقير له بيت فان هذا فقير ليس له بيت والارملة لها اخوة وعشيرة وهذا الفقير ليس له اخوة والمسكين لديه قليل من المال وهذا الفقير لا يملك قرشا واحدا واليتيم له ام وهذا ليس له ام ولا اب الكل تخلى عنه بل انه لا يجد ما يغطي جسده العاري اتعلم من هذا الفقير اخي اخيتي انه انت نعم انت عندما تقف على الصراط لتعبر نار جهنم وترى امامك الكفار يتساقطون في اول الصراط والمنافقون والعصاه واذا بك ترى نور الجنة ورائحتها واذا بالجار الفقير والارملة والمسكين واليتيم ينقذونك باذن الله لانك انفقت عليهم فاصبحت احوج منهم في يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم اللهم ارزقنا صدقات توصلنا لجناتك فنحن الفقراء اليك ورفع الله قدر من نشر هذا المقطع وصلى الله على من اذا صليت عليه انزل عليك من الرحمات عشر اشتركوا في القناة